بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحروب ومنزل الغران العظيم ورب الملائكة المغربين هو الأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنين وملكك القديم أسألك باسمك الذي أشرغت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون ومنزل الغران العظيم ومنزل الغران العظيم يَا حَيُّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا آمَ ومنزل الغران العظيم ومنزل الغران العظيم في مشارق الأرض ومغاربها سهلها و جبلها وبرها وبحرها وعنی وعن والدية من السلوات ذنة عرش الله ومداد كلماته وما أحساه علمه وحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنغي لا أحول عنها ولا أذول أبدا اللهم اجعل لي من عنصاره وأعوانه والضبين عنه والمثارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عام والصابغين إلى إرادته والمستشهدين والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مغضيا فأخرجني من قبري معتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الضعي في الهاضر والبودي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغورة الخميدة واجحل عظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدود أذراه وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك غلط وغولك الحق ظهر الفساد وفي البر والبحر بما كسبت عيد الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشي من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحقه واجعله اللهم مفزعاً لمظلوم عبادك وناصراً لما لا يجد له ناصراً غيرك ومجدداً لما عطل من أحكام كتابك ومشيداً لما ورد من أعلام دينك وثنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وثرى نبيك محمداً صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استکانتنا بعده اللهم اکشف حاضل غمت عن حاضل امت بحضوره وعجل لنا ظهوره انهم يرونه بعيداً ونراه غريباً برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان